شعب إيه اللي تغير في الشهو الثاني خلال ألي يتحسن كسيراً بجانب طبعاً تغيير تأفشل بص أنا بحترم رأيي طبعاً محمد لكن أنا مصر إنه هو الراجل بدأ أربعة اتنين ثلاثة واحد حتى الصور الجابة محمد إمام عشور موجود على الدائرة اللعيب ما بيرجعش وما بيسنيش وده كان باين أصلاً في أدوار حسين الشاحات الدفعية معلي معلول حسين ما كانش بيرتدي الارتداد ده لو إمام كان موجود كنت أتليه دايماً إمام هو اللي موجود في النقطة دي وبيأمن المنطقة ناحية الشمال قدام عليه معلول لكن هو اللي بدأ بالشكل اختلاف مقبول جداً ماذا تحسن في النادي الأهلي في الشهو الثاني نزول أفشة منذ نزول أفشة في اللحظة اللي نزل فيها أفشة تحول النادي الأهلي لفريق تاني لأن في الآخر الترس اللي أنت كنت مقتنع إنه هو هيشتغل ويديك المرضود اللي أنت كنت متخيله وممكن يكون يشتغل معاه في التدريبات بشكل أو بأخر ده الشكل ممكن واحدة من الصور اللي كان جايبه برضو محمد نفس الشكل إمام عشور موجود كلعي بلاي مك إمام عشور لو بيلعب تمانية ناحية الشمال مستحيل يجي في النقطة دي لأنه من أول الجيمة وبيضغط مع كهرباء في عملية العمق الهجميل لو شو جبنا الصورة اللي بعدية هتلاقي أصلاً إمام أصلاً موجود في عملية الضغط تحت كهرباء ودي مش هعملها أي لعيب غير لعيب رقم عشر وده كان أصلاً قبل ما جمالي اتكلم أنا قلت إمام فعلاً كان بادئ ناحية الشمال 8 عادي بداية المباراة أول دقائق أليلاً أو طبعاً هي دقائق أليلاً هي بس فعليت صنطرة هي بس فعليت صنطرة ودخل في القمق لا لا في مواقف دفاعية بس هو بسرعة بسرعة جداً خلى رقم عشر ممكن ممكن يكون مثلاً هو كان يقيل له رقم عشر أنا بحاول بس أقرب بوجهات النص ممكن وجهات النص زي الفنية ممكن كان يقيل له بقى رقم عشر بس تلقائن إمام عشر كان وقت 8 في الأول بس مش شخصية كولر اللي يغير في الماتش مش كولر اللي يغير طريقة اللعب في الماتش خاصة إن هو ممرش على الوقت في كورتين تلاتة في بداية المباراة هو على ناحية علي معلول وكان مراراً أعطيه تقريباً لوحده فتقريباً هو قرر يخلي أليو دانجي لعب ستة مع وهي قصة كلها لو كان هو أصلاً إمام بادئ 8 ناحية الشمال ما كانش كل كرات دي ظهرت وكانوا بدئين أو ضغط ناحية الليمين ناحية تعاليم معلول وما كانش حسين بيرجع الارتباه تعالن دي دي دينا فيهم في البداية إن إمام كان موجود كلاعب بلاي مكر من بداية المباراة نروح للنقطة التانية اللي أنت سألتني فيها المشكلة الهجومية عند النادي الأهلي لو جبنا الصور اللي بعد كده الإحصائيات اللي معانا بتاعت الأهلي أصلاً في بطول الدور الأبطال السنادي بمباراة النهاردة هي المباراة الرابعة للنادي الأهلي النادي الأهلي الـ XG20 الهدف المتوقع هو سجل 11 لما فيهم هدف النهار يعني تقريباً 50% تقريباً 55% فدايباً إنك قد ينه عنده مشكلة هجومية طب المشكلة دي للصورة اللي بعديها هتلاقى بانت النهاردة أكتر ممكن دي توقيتات الأهداف النادي ألي دايماً بيبدأ وحش دايماً بيبدأ وحش في المشاب بتاعة الدور الأبطال حتى في الدوري يعني واجبنا نفس الشكل ده في الدوري هتلاقى الأهلي دايماً بيبدأ وحش وبيفنش كويس يعني 11 هدف منهم آخر نص ساعة بتجيب 6 جوان معنى كده اللي أنت التعديل بتاع الشكل اللي جومي بتاع الفرقة بالتبديلات أو ببعد اللي أنت بتعدل حاجات في الفرقة بعد ما بتقرأ الخصم بشكل كويس وشط الأول فده بيضيف لك كتير في النواحي اللي جومية وبدأ تسجل أهداف وده اللي بتترجمه الأرقام طب ده أرقام الأهلي طوال اللي أربع مالشاب طالبه طولة طب النهاردة نفس الشكل لو جبنا الصورة اللي بعدية ده يمكن المحاولات بتاعت نادي الأهلي في مباراة النهاردة 14 محاولة منهم 7 المرمى زي ما أنت قلت كريم 50% من الفرص اللي خلاء النادي الأهلي كانت كلها تقريباً الـ XG النهاردة كان 4 و 6 تقريباً 4 و 5 فأنت بتتكلم عدد فرص محقاقة كبير جداً كان من الصعب على فرقة بحجم النادي الأهلي بكوالة اللعبة اللي موجودة اللي انت كمدرب بتسهل كل حاجة على اللعبة وبتخلق كم الفرص دي ببعض الجمل التاكتيكية اللي انت بتخلي فيه أريحية في عملية الحركة ودي ممكن بانت حتى في الكرة ده أحسين الشاحات إنه زي هو اللي بدأ اللعبة من عملية عمق الملعب وتمريرها طويلة لكهربة في ضرب خط الظهر كله وتمريرها طولية وقدروا أن يتكمل ويخش في العمق الهجومي بعد كده وبيضيع فرص سهلة كل الحاجات دي المدرب لاي علام عليها لكن فيه كسور عند بعض اللعبة في عملية استقلال الفرص وأزمة بيعاني منها ندي الأهلي ويبدل يعاني منها وما عندوش رفاهية إنه يعدل أو يدخل عناصر جيدة على الفريق خاصة أبل كسر عامل أندي حلو